مع فريق الوزاري لجنة التخطيطي ومراقبة البرنامج الحكومي في البرلمان أعلنت عن تقريرها بشأن إنجازات برنامج حكومة عادل عبد المهدي وسط اتهامات للحكومة بتحقيق نسب متدنية من البرنامج لم يقدم برنامج الحكومي رؤية حقيقية في كيفية الانتقال من الاقتصاد الريعي يقصد الاحتماد على النفط إلى اقتصاد السوق وكيفية المشاركة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص وبذلك ستخضع الموازنة طيلة السنوات المقبلة إلى تغير أسعار النفط وهذه كارثة حقيقية إذا استمرت علينا الانتقال بتنوع مصادر التمويل تقرير اللجنة تضمن حقائق صادمة عن الإنجازات الحكومية والتي لم تتجاوز في بعض الجوانب نسبة 25% من النسب المحددة في البرنامج لا سيما أن التقرير تم إعداده وفقا لمتابعة ودراسة اعتمدت على نسب دقيقة كما أنه يختلف تماما عما تضمنه التقرير نصف السنوي الذي قدمته الحكومة عن إنجازاتها نسب إنجاز معظم المشروعات 0% رغم مرور فصلين على عمل الحكومة وبالتالي يعد ذلك إخفاق في عمل الحكومة وإخلال بالعهود والتوقيتات الزمنية وليس كما تشير الحكومة بأنها تسير ضمن التوقيتات المحددة في البرنامج الحكومي لشهر شباط 2019 ويعد تقرير لجنة مراقبة البرنامج الحكومي أكثر التقارير المهمة التي يترقبها الشارع العراقي والكتل السياسية والذي قد تترتب عليه إجراءات شديدة ضد الحكومة في حال كانت نسب إنجاز برنامجها الحكومي منخفضة وتؤكد المعطيات أن البرنامج الحكومي كان إنشائيا بعيدا عن الحلول الواقعية ولم يقدم رؤية اقتصادية للارتقاء بالواقع المعيشي للمواطن فراس الدوليمي قناة الفلوجة بغداد